مبارح قلنا لكم الهدنة انهارت وإحنا زي ما قلنا ما بنضربش بالودع ولا بنقرأ الطالع كان واضح جدا أنه نتنياهو مهزوم ويريد العودة إلى القتال لتهديد حركة حماس للضغط على حركة حماس والجهاد الإسلامي وباقي فصائل المقاومة من أجل تقديم تنازلات لأن المفاوضات الحقيقية بدأت لأن معظم الأسرى المدنيين جرى الإفراج عنهم أجت مرحلة تانية مرحلة المفاوضات لإطلاق صراح العسكريين هناك جنرالات كبار جدا هذه ثروة كبيرة جدا لدى كتائب القسام والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل فريدهم يضغطوا على السنوار أنه يعني يخفف شروطه لكن بعلمين في حقيقة في أمر واضح جدا وتخطيط وقدرة مقاومة وقدرة تفاوض عالية ومتقدمة جدا هذا هو الفرق هذا هو الفرق الآن إحنا الشعب الفلسطيني كان يبحث عن قيادة قيادة تعرف كيف تتعامل مع هذا العدو الآن وجدت هذه القيادة واستطاعت أولا تحقق انتصار كبير وأنا أقول انتصار كبيرا جدا يوم 7 أكتوبر بعض الناس بيقول لك يا أخي والله مش عارف كثير على وسائل التواصل الاجتماعي انه استشهد بيقولوش حتى استشهد بيقولوا قتل أكثر من 15 ألف 20 ألف وين الانتصار يا أخي الأمور لا تقاس بأرقام الشهداء والضحايا هذا قدر الإنسان لكن في ناس بدها تدافع ناس بدها تستعيد حقوقها هذه القصة الأساسية طيب الأمر الآخر بدأت أحكي عنه أنه هي إسرائيل بدأت المرحلة الثانية من الحرب أو من حرب معركة أكتوبر طيب كمان المقاومة بتبدأ وبترد تبدأ الحرب وبترد يعني اليوم فورا صارت المواجهات من المسافة صفر المقاومة ضربت حاملة جنود إسرائيلية من نوع النمر بصواريخ مضادة وقذائف واستطاعت أن تدمرها هذه على الأقل يعني من سبعة لعشر جنود قتلوا وحتى وضباط طبعا قتلوا في هذه أو أصيبوا في هذا القصف ولسه هذا البداية الأمر الآخر هو عودة الصواريخ في حركة حماس والقسام والجهاد أطلقوا صواريخ على سدرود على أسدود على العسقلان على تل أبيب يعني كمان هاي إلها تأثير كبير جدا يعني أن هما بدهم ينكدوا علينا مثلا أو على الطرف الفلسطيني لا في رد عليهم استشهد مئة شخص هذا بوري حقيقة قديش هؤلاء مجرمون يعني ممكن كمان مئة جريح سقطوا في هذا القصف الإسرائيلي وربما يتطور هذا القصف لكن هذا لن يظل بدون رد على الإطلاق فورا اخترقوا الإسرائيليين الهدنة بدأت صفارات الإنذار تلعلع في الجليل الأعلى والجليل الأدنى يعني هذا يعني صواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة وأبو يمن اليمن كمان اليوم مظاهرات في كل المدن اليمنية تقريبا مظاهرات حاشدة جدا والناس بتقول لك كل الخيارات مفتوحة وإحنا جاهزون للاستشهاد من أجل فلسطين وتضامرا مع غزة والشعب الفلسطيني هاي كمان ايش معناها هاي ستترجم هذه الشعارات هاي ستترجم اعتراض سفن أمريكية وسفن إسرائيلية في البحر الأحمر وربما إغلاق مضيق باب المندب اللي بتمر منه مثل ما قلت في فيديوهات سابقة أكثر من 15% من التجارة العالمية و80% من التجارة الإسرائيلية فالآن في ردود هيكون يعني لم يمر هذا العدوان الإسرائيلي بدون رد ويعني صار فيه هدنة الكل التزم بالهدنة إذا صار الآن فيه عودة للقتال الكل الآن برجع للقتال وبترجع الصواريخ يعني إسرائيل تقود العالم إلى الدمار هذا نتنياهو مش فارقة عنده بده يدمر الكل فهذا الشيء الغريب أنه التسريبات الإسرائيلية الآن يعني بيدعوا أنه في خلاف بين بلينكين أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي واللي هو جانت يولف غلنت اللي هو وزير الدفاع الإسرائيلي أو مع نتنياهو هذا كله كذب كلها مسرحيات بقول لك والله أنه غلنت الوزير الدفاع قال أنه هذه الحرب ستستمر أشهر برد عليه بلينكين ويقول له لا أسابيع مأذامكم أسابيع محدودة فقط يا السلام هذا خلاف كبير خلاف على إيش؟ خلاف على المدة مش خلاف على التدمير مش خلاف على القتل يعني هاي أمريكا هي اللي تدعم هذه الحرب وهي اللي متورطة في هاي الحرب وهي المشاركة فيها وهي اللي تديرها هذا واضح جدا لا وأغرب شي يعني أغرب شي إنه إنه بيطلع بلينكين ويقول لك للإسرائيليين والله بس ديري بالكم لازم تحاربوا كدولة ديمقراطية يا السلام إيش يعني كدولة ديمقراطية؟ في حرب لدول ديمقراطية وحرب لدول غير ديمقراطية؟ طب يا سيدي كويس إحنا قابلينا حرب كدولة ديمقراطية طب أنتو الأمريكان كدولة ديمقراطية وكقادة العالم اتصرفتوا في الحرب العالمية الثانية كدولة ديمقراطية؟ مين اللي استخدم القرب النووية في ناقزاكي وفي هيروشيما؟ مين؟ مش دولة ديمقراطية؟ كمان أنتم في أفغانستان أبدتوا العالم كمان مش اتصرفتم كدولة ديمقراطية؟ طيب كمان في العراق لما قتلتوا 2 مليون شهيد عراقي تجويعا ثم قصفا وقتلا مش كنتوش دولة ديمقراطية وغزيتوا العراق باسم الديمقراطية؟ طيب هاي إسرائيل الآن اللي بتقصف الأبرياء والأطفال مش الدولة كنتم بتقولوا عنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وفي العالم كمان؟ يعني هاي مسائل واضحة جدا أنا في تقديري هاي الحرب ستطور لكن قبل ما أبحث أو أحكي في التطور أنا بستغرب طيب إسرائيل اخترقت الهدنة وإسرائيل قتلت مدنيين طيب إيش بيعمل المندوب القطري في الدوحة؟ وإيش بيعمل اللي هو رئيس الموساد الإسرائيلي في الدوحة؟ وإيش بيعمل اللي هو رئيس المخابرات الأمريكية السيايية في الدوحة؟ بتفاوضوا على إيش؟ يعني أنا بعد أتوقع من قطر ومن مصر إنهم ينسحبوا إنهم يقولوا لهم يا أخي أنتم ملتزمتم بالمفاوضات وإحنا بنكوننا بنساعدكم وبدنا نخرجكم من هاي الحرب طيب يعني ليش نستمر معاكم؟ يعني أنا بستغرب مفروض والله اللي هو قائد المخابرات المصرية رئيس المخابرات المصرية إنه يحزم حقائبه ويغادر الدوحة لما يصيروا محترمين وبنقدمين وبيحترموا الاتفاقيات وبدوا مقفة طلاق النار آه بيرجع ما في مشكلة وشكر الله وسعيه وسعي كمان قطر لكن بيستمروا في المفاوضات وللإسرائيل بتقصف في الأبرياء في غطاء غزة؟ لا هذا أمر مش مقبول على الإطلاع حقيقة وهذه أنا رسالة بوجهها إنه الآن يعني طفح الكيل هذه إهانة لكم قبل ما تكون إهانة للشعب الفلسطيني قبل ما تكون إهانة للأمة العربية والأمة الإسلامية فكلوا فعلا يعني رجال في المفاوضات ووقفوها بذكوش هم مش يسمعوا الكلام؟ لا سلام عليكم يعني هذه الأساس إحنا مشكلتنا أنه دائما نظهر بمظهر الاعتدال والحضارية والمرونة يا أخي أي مرونة هاي؟ يعني هذه المرونة ما إلها قيمة على الإطلاق فأنا بقولكم الصواريخ الآن رجعت على الجليل الصواريخ الآن رجعت على قطاع غزة يعني من قطاع غزة آسف على تل أبيب وإلى سدروت وإلى أسدود بلدي بلد أحلي كمان وإلى المجدد هذا شيء مهم جداً ليش مهم جداً؟ هذا بيزعزع استقرار الداخل الإسرائيلي يعني بينصف الأمن والاستقرار يعني الآن بيعمل أزمة معنوية كبيرة جداً هذا يعني الردع ما زبط الردع نهار والاستقرار نهار والأمن نهار يعني بيقدروش يتحملوا هم هذا الشيء حقيقة فبعد ما كانوا يحكوا عن التهجير الآن بدهم يتصدوا إلى الصواريخ مش هيقدروا وحتجيهم من الجنوب ومن الشمال وبعدين كمان زي ما حكيت أنه البحر الأحمر حيصير مواجهة اللي هو الأشقاء في اليمن سيعترضوا صفر إسرائيلية وربما أمريكية لأنه أمريكا الآن في قناعة إنها هي مشتركة في هذه الحرب